صدقة الجارية لو نظر الإنسان إلى الإسم صدقة يعني سيسال الإنسان ما هي يعني تختلف الصدقات والصدقات كما ذكروا عدة أنواع فهذه الصدقة ما صفت هذه الصدقة بأنها جارية شبهت بالجريان كالأنهار النهر جاري يعني دائما غير منقطع وهذه هي الصدقة فالصدقة هي الوقف الذي يستمر بعد مماتك يعني لا ينقطع بانقطاعك يعني لا ينقطع بانقطاع الماء كما لا ينقطع بانقطاع صاحب الصدقة نفسه يعني توفاه الله سبحانه وتعالى وما زالت مستمرة كما حدثت في المدينة ما زالت أوقاف عثمان بن عفا رضي الله عنه إلى الآن يعني ما زالت مستمرة كم صار لنا من هذا وهذا هو الجريان الحاصل في قضية الصدقة لأن الصدقة أنواع هناك صدقة مقطعة تنقطع بانقطاع اكتفاء ذاتي للمتصدق عليه أو أن المتصدق يعني توفى وانقطعتها لكن هذه الصدقة ما زالت مستمرة يعني أصلها بقي لله سبحانه وتعالى وانتقل الأصل من المتصدق إلى الواقف نفسه وقيل أنها انتقلت إلى حق الله سبحانه وتعالى يعني لم تصبح ملكا لك لما أوقفتها أصبحت أنت لا سبيل لك بها أوقفتها لله سبحانه وتعالى ما لك دخل فيها بقيت لمستمرة فلذلك مستمرة ما زالت عائداتها يعني سقي الماء مثلا الماء ما زال مستمر يعني أنا أوقفت هذا البر لله سبحانه وتعالى أوقفت هذه الأرض لله سبحانه وتعالى يعني ما يخرج من ريعها من ثمارها من نتاجها من حصادها يتصدق به على الوقف الذي حدد إما على طلبة العلم جميل حكا كلمت على الوقف الحقيقي وإحنا بنشوف ناس كتير جدا بيبقى ربنا ما شاء الله موصع عليه فيقولك مثلا أنا حطة الأرض ديت هبني عليها ناس جدا وخليها وقف لله أو أنا هبني عليها مبنى مثلا لطلبة العلم يكون مبنى وقفي للعلم الشرعي أو أنا هبني دار أيتام على الأرض ده مبني وقف وهكذا بقى بنشوف صور كتير جدا جدا يقولك ده مبنى وقفي أو ده حاجة وقفية اللي طلعوا طلعوا لله زي ما حضرتك ذكرت كده ولكن ساعات يحصل مثلا أن الدولة تاخده ويتحول من حاجة وقفية لحاجة بقى بتجيب ربح أو كده أو أي أن كانت اللي حصل فيه أو الأولاد يجوا بعد كده ما يردوش يكملوا على هذا أي أن كان السبب بس أنا عايز أعرف من حضرتك هل لو الوقف تحول لغير الوقف هل هنا السواب ينقطع عن الشخص اللي طلع المبنى ده بنية أنه وقفي أو المبلغ ده بديت أنه حاجة وقفية لا الوقف إذا أوقف على شيء أوقف على هذا الشيء لا يحق لي التصرف به أنا عطيتك أرضا وقلت لك هذه وقف على الأيتام أيتام هذه المنطقة هذا وقف ينتاج مستشفى متى يتحول الوقف إذا كان عائداته أصبحت مدهورة يعني عائداته أصبحت ضعيفة مثلا مسجد يعني بني مسجد فتدهور المسجد أو قل عدد المصلين فيه أيضا فيه خصال يعني لو يعني بيعناها من المسجد يعني كان هناك أشياء ثمينة فيه ما ننتفع به لكن لو بيعناه قد ربما نوسع المسجد لازدحام الناس في هذه الأيام بس أحيانا بيحصل دلوقتي مع الوضع السياسي المتغير في البلاد أن تلاقي مبنى وقفي الدولة حطت إيديها عليه وخادته وحولته لحاجة تانية هدته زي ما شفنا بعض المساجد اتهدته عشان يفسحوا الطريق مش عارفة للتوسعة الفلانية وهكذا في الحالة دي أنا كحد طلعت الحاجة دي تكون حاجة وقفية هيفضل الثواب مستمر؟ الثواب مستمر أنا وقفت هذه الأرض لكن أضطرت الدولة مثلا لأن يستخدموا هذا للمصلحة العامة لكن هذه الأرض هل عوضت أم أنها اتخذت سبيل؟ اتخذت خلاص اتخذت سبيل لذلك لكن على قدر نيته ما زال هذه الطريق يعتبر عام فأنا أوقفت هذه طريقا وسبيلا يعني الواحد بيأخذ سوابه عادي فما زال مستمرا لأن أنا أوقفت هذه الأرض خلاص يعني أنا تصدقت بهذه تصدقت بهذه ينتفع به أنا تصدقت بهذه الأرض المستشفى لطريق حولت الطريق يعتبر من الأوقاف يعتبر من الصدقة الجارية يعني الناس في حاجة إلى مثلا طريقته مهد أو توسع الطريقة ده لو بحاجة فعلا حقيقية مش زي ما بيحصل في بعض الدول ما فيش حاجة بس احنا نهدم ده و خلاص كده يعني هو هذا يقول لك نحن نهدم هذا من أجل ألا يكثر سواد هذه المساجد مثلا أو حتى لا يسوف له الإنسان التاجر أو الغني يبني هذا الشيء يعني فنحن نقع حاجزا ولذلك كونوا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر فأنت الأصل سواء ولاك الله سبحانه وتعالى كما كان في عاد الخلفاء وغيره يعاد لبيتي مال المسلمين وبيتي المال المسلمين خلاص أوقف هذا الشيء على ابن السبيل أوقف هذا الشيء على العلماء أوقف هذا الشيء على الطلاب العلم أوقف هذا الشيء على ما يعني طرعا ما هي نيته كانت كده فبيفضل واخد السواب والأجر إلى ما شاء الله لكن ذاك آثم الذي إذا حول الوقت أو أوقف الوقت ولم يحركه طيب فضلت الدكتور طبعا كلنا عارفين حديث سعد بن عبادة لما سأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما أمه توفت وقال إنه هو عايز يطلع صدقة على أمه إيه أفضل الصدقة لما سأل سيدنا النبي عليها فقال له ثقاية الماء طيب خلينا نكلم عن أشكال الصدقة لأن في ناس مثلا بتلاقيها جابت كمية مصاحف كتير ورح تحطتها في مسجد عملت ما يسمى بكل دير المية في شوارع كتير وبتقول إن دي صدقة جارية هل دي فعلا كده وإيه هي أصلا أشكال الصدقة الجارية أشكال الصدقة الجارية كثيرة جدا حددت في أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لكن لو جئنا لقضية اللغة العربية صدقة جارية منكر يعني نكرة يعني لم تحدد الصدقة وكذا لكن جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بقول صدقة جارية الصدقة الجارية أي المستمرة هذه هي يعني صفات هذه الصدقة أن تكون مستمرة أنا يعني قد ربما أفضل الصدقات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء الناس في حاجة إليه ليش وجعلنا من الماء كل شيء حي ومن أحيا فكأنما أحيا الناس جميع من ساعة الواحد بيبقى بس حياته ببقى مية استهلاك الماء للناس ماذا شيء مستمر يعني لا يخلو يوم إلا ضروري من الماء إما لشرب إما لاغتسال إما لوضوء إما غير ذلك فأنت بحاجة إلى الماء لذلك يقول لك أفضل السقية والثواب أكبر أجر أن تفعل هذه السقية للماء يعني أن تجعل هذه الصدقة تكون جارية في الماء يعني باستمرار كما بئر عثمان مستمرة إلى الآن يعني النخيل الأرض مستمرة إلى الآن يعني فهذا نوع من أنواع الصدقة الجارية وهو السبيل في قضية الماء أيضا بناية المستشفيات الخيرية التي تعود على الناس يعني بعلاجات مجانية بإسعاف المرضى كما كان في عهد الأموين في دمشق يعني أنشئت المستشفى من علاج المرضى وأوقف لهذا المستشفى من بيت ما للمسلمين يعني أصبها معالجة الناس وإلى غير ذلك هذا نوع من أنواع الصدقة وشكله من أشكالها أيضا أو مصحفا ورثه يعني أنت وضعت المصحف أو مصحف وضعت رسو نعم ورثه يعني وضعت مصحف اشتريت مصحف أنا حسب استطاعتي ولذلك لا ينظر لكمية الصدقة الجارية هي بحجم كبير أو بحجم صغير لكن أنت وضعت هذا المصحف سبيلا يعني ليقرأ فيه فأي قراءة لهذا القرآن يعود عائدا ماذا عليك كتاب علم وضعته أيضا نشرته يعني علما علمته أو نشرته أو ولدا صالحا يدعو لك فالولد الصالح هو باستمرار أصلا يدعو لك نعم نعم